السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في دارة اليوم اللي غامتعرفوا فيه الحواس الخامس بالفرنسية أو les cinq sens les cinq sens فلنبدأ على بركة الله فحاسة البصر هي la vue la vue la vue والعضو المسؤول عن هذه الحاسة أي حاسة البصر هما العين أو العينين لأي أو bien les yeux لأي يعني عين واحدة أو bien les yeux العينين والفعل هو يرى أو يشاهد يرى ور أو يشاهد ور 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 les yeux الحاسة الثانية هي حاسة السمع أو l'oui 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 وبنسبة العضو المسؤول عن هذه الحاسة هي حاسة السمع هو والأودن أو لأودنين لأودن أو لأودنين يعني يعني إكوته أو bien إنتاندر إكوته أو إنتاندر لأودن أو لأودن أو لأودن أو أو le ne donc le ne هو العضو المسؤول عن لدغة أو حاسة شم وبنسبة الفعل هو يشم أو سنتير سنتير لسنتير لسنتير أو لأودن أو لأودن como لأودن أو ـالتي la деле لأودن how to لأودن الورغان او العضو المسؤول عن هذه الحاسة هو الجلد او والفعل هو يلميسو او توشي وبهذا نصل لنهاية الحصة تمنا درس اليوم تكونوا ستفد دومنو تعلمنا فيه الحواس الخامس او للسانك سانس فشاركوا الدرس مع اتقائكم و احبابكم عبر مواقع التوصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة وما تنسوش اللايك او جيمي الفيديو فهذا كيشجعني واشتركوا في القناة لما كتش مشتركوا من قبل ونتلقوا في الحصة المقبلة ان شاء الله